السلام عليكم معكم علي اهلا وسلم بكم درسة جديد اذا كنت اول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن حرف ال H اسمي حرف ال H ملك الحروف لماذا لانه يأتي مع عدة احرف ويتغير لفظ هذه الحروف بوجود حرف ال H لذلك لدينا الكثير من الحالات التي يكون بها حرف ال H مع احرف اخرى بيعطي لفظ مختلف في كل حالة لذلك في هذا الفيديو نتكلم عن جميع حالات حرف ال H ولفظه في الكلمة الانجليزية اول شي بيكون عندنا P بعدين حرف H يلفظ ف لننقل بها بهذا الشكل اذا ال P H نلفظه ف فوتو فيلوسوفي لاحظ دعينا الكلمة الطويلة بحاول اقسمها هي في في لكن ننفضها I بعد ما يكون الكتاب مش هنعرف اكتبها فيلوسوفي ملاحظين أسهل بالحفظ فايلوسوفي لكن ننفضها فيلوسوفي فيلوسوفي فلسفة فون فون هاتف فيزيكس 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 لاحظين إليفانت إليفانت فيل تروفي تروفي جائزة او كاز فوتو صورة فيلوسوفي فون فيزيكس إليفانت تروفي جولفين فريز إذن أول حالة بيكون الـ H مسيطر على حرف الـ P سوية يصبح لفظهم F حرفين P H هذه حرفين اسمعهم P H لكن صوتهم سوية F أو F نعرف حرف الـ H اسمه H لكن ننفضه H hand has help hate had hand يد has يملك طبعا لدينا has have يملك كما نعلم هي شيئا تأخذ has I will you they تأخذ have الفظ have help hate hate يكره ممكن أيضا نقول dislike like يحب dislike يكره hate hat hat لاحظ ممكن واحد يسأل لماذا لفظنا A نفظنا A لأنه عدنا حرف E بآخر الكلمة لا يلفظ صامت لكن حرف A نفظه A كان نفس ما لفظه بالأحرف الأبجدية A معاته hate بينما هذه الكلمة hat مثل كلمة can can أيضا لأنه حرف E نفظه A تكلمنا عنه الحيب يرجع فيديو سابق hand has help hate hat لدينا GH يما يكون حرف صامت صامت ننتفق دائما نضع تحته فلسط بنقطة أو يكون بفظه ف لاحظ أغلب الأحيان GH بعد T GH يكون عدنا صامت night night لا نقول نقهت نقهت إذن GH بيكون حرف صامت night light light fight fight write write thought thought لاحظ night ليل light though fight يقاتل يمكن شخص يحب يحفظ الكلمات right يمين أو صحيح thought فكرة أو حسبة أو ظنة من الفعل think يعتقد أو يظن thought الماضي منها إذا يكون أغلب الأحيان GH بعد T يكون GH silent night light fight write thought أيضا نهاية الكلمة بيكون عندنا GH نلفظها ف مثل كلمة tough قاسي tough love love يضحك cuff enough كافي لاحظ GH الفضنها F ممكن شخص يسأل متى يعني عرف أنه F أو ما يلفظ من خلال الممارسة بتكون معاي الصورة أوضح لكن هنا بس مشان نكون نقطة علام بتقودني إلى اللفظ الصحيح يعني أضع مخيلتي بيكون F أو ما يلفظ tough love cuff enough night light fight right thought أيضا لاحظ حرف CH SH إذن CS الحالة أول لفظها cha cha ثقيلة لاحظ cha الحالة الثانية cha خفيفة بيطير اللفظ معانا بين cha وش ويعطى معانا ثاني أو معانا مختلف للكلمة بتكلمة chair chair كرسي لاحظ cha نفس الكلمة لكن نبدأ share النهاية نفسها لكن هنا share يشارك لاحظين لو قلنا هذه share أصبحت هذه الكلمة الكتابة مختلفة والمعنى أيضا مختلف chair share choose لاحظ يختار choose cha بل هذه الكلمة choose حذاء لاحظين use لكن هنا لا نقول choose هنا لا نقول choose إذن صار فرق بين حذاء وبينها يختار choose choose chip رقاقة أو قصاصة صغيرة بل هذه ship ship سفينة إذن يختلف اللفظ chip chip cheese جبنة cheese يعني هي تكون من she is لكن مختصرة بدل حرف i نضع أباسترفي s إذن نكتبها بشكل أفضل she is هي اختصار ل i cheese cheese ملاحظين لا نقول cheese لفظتها cheese تعني هذه الكلمة cheap رخيص هذه الكلمة cheap غنم أو خروف لاحظ cheap sheep ch ش ش لاحظ ch ch ثقينا ش chair share choose choose chip ship cheese cheese cheap cheap ايضا ايضا حرف sh يتفنية الكلمة ايضا sh لافظ ما يختلف نفس ما تكلمنا sh ش fish wish she dash cash فقط مشاء نعرف انه ممكن يقترب بداية الكلمة نصر الكلمة ممكن باخر الكلمة fish wish she dash cash ايضا لدينا th h يما يكون نلفظ the او يكون عدنا th ممكن شخص يسأل استاذ متى الفظ the متى الفظ th ما في قاعدة معينة فقط استئناس كما قلنا بهذه الملاحظات the او يكون عدنا th كيف اعرف من خلال الممارسة والقراءة والمتابعة بيكون اعرف متى الفظ هذه الكلمة the او th ث عدنا there the they this that بهذا الحال نفضناها the لا نقول ther tha th اذا هذا خطأ there هناك the they ثلاثة ترجمات هم هما هنا على حسب الموقف اليكون this هذا that ذلك وتلك الحال الثاني بيكون عدنا the think يفكر يعتقد يحسب نلفظها think th three اذا رقم ثلاثة three thank يشكر thank thumb طبعا عدنا حرف البيل يلفظ thumb هو الابهام thumb لا نقول thumb mouth thumb teeth اسنان جاي من كلمة tooth sin سن فقط نضع يدال double o double e تصبح teeth tooth sen teeth اسنان there the they this that think three thank thumb mouth teeth tooth ايضا ch نفضها k نفضها ch chemistry 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 chemical 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 christ اذا سيد المسيح christ chemistry chemical christ اذا بهذا الحالة ch لا نفضها ch نفضها k ايضا بيكون عدنا حرف ال-h لا يلفظ بهذه الكلمات اذا عدنا ghost شبح honest لا نقول honest honest نبدأ عند honest شريف او مخلص او ساعة ساعة زمانية يكون مدتها 16 school مدرسة ايضا بيكون عدنا ال-h لا يلفظ اذا بهذا الحال ال-h ايضا ننتبه ما يلفظ بهذه الحالات ghost honest hour school الميز بين hour هاي ساعة زمانية hour ملكية مثلا hour car سيارتنا بين هذه hour بمعنى ساعة زمانية ايضا اخر فقرة عندنا بنسبة لحرف h يكون تانم كل ما يتعلق بحرف h اذا كان عندنا wh ال-h ما يلفظ اذا كان اذا كان ما يلفظ ما يلفظ لا نقل وهات what where when why which will الان ايضا ما تلفظ ال-h 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 لا يلفظ what ما او ماذا where اين when متى why لماذا which اي will عجلة اذا اذا كان عندنا wh ال-h لا يلفظ بهذا الشكل انا هنا درسنا هذا اليوم تكلمنا فيه عن كما بداية الفيديو بملك الحروف لماذا له عدة حالات كل ما يأتي مع حرف كل ما يأتي في مكان معين بتغير لفظه لذلك اسميته ملك الحروف يعني هو يسيطر على الحروف الاخرى لأنه عدة الفاظ في الكلمة الانجليزية بهذا الشكل انهينا درسنا لهذا اليوم اتمنى قدمت شيء الفائدة اذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع عليك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته